كما انتقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية جذر القمر ظهير ذو الكمال على هامش المشاركة في أعمال دورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديسة بابا وخلال اللقاء أكد شكري اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع جذر القمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والإثثمارية والفنية والتطلع لتعزيز دور الشركات المصرية في المساهمة في تنفيذ مشروعات خطة جذر القمر الباذغة 2030 مع تقديم مصر الدعم في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي تنظمها الوكالة المصرية للشاركة من أجل التنمية